أقامت جمعية هذه هي البحرين فعالية في مدينة بومبايا الهندية بتعاون مع مؤسسة سايمون ويزنثال الأمريكية بحضور عدد من ممثلية الديانات المختلفة والأكاديميين والدبلوماسيين من مختلف دول العالم ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند ليس فقط العلاقات الودية التي امتدت لسنوات طويلة فالتعايش بين مختلف الطوائف والأعراق وكذلك الحرية الدينية واحترام الآخر صفات اشترك فيها البلدان ومن هنا تعود جمعية هذه هي البحرين ومن مدينة بومبي الهندية لتبرز ثلاثة مشاريع فريدة هي الأولى من نوعها في العالم جاءت لتعزز رؤية جلالة الملك المفدة في التعايش والتسامح والاحترام المتبادل وهي إعلان مملكة البحرين وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا في روما وأخيرا مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي الذي سيتم تجينه في الرابع عشر من مارس المقبل الليلة سنعلن رسميا عن تدشين حفل افتتاح مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي وسيتم افتتاحه من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في المنامة في مارس المقبل وهذا خبر رائع حولنا الليلة يوجد العديد من كبار الشخصيات بالإضافة إلى قادة وأعضاء من مختلف الأديان الذين أشهدوا عالميا بجلالته ورؤيته والتزامه وإخلاصه لتعزيز حرية الأديان للجميع في كل أنحاء العالم طبعا اليوم في بومبي في الهند للتعريف عن مدى الجو التسامح التي تعيشها في مملكة البحرين بالإضافة للتعريف بكرسي جلالة الملك ومركز الملك حمد لحوار الأديان وإن شاء الله طبعا هذه تكون الفعالية من ضمن الفعاليات التي تمهيدا لتدشين مركز الملك حمد لحوار الأديان في مملكة البحرين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي سيجعل من مملكة البحرين محطة سلام لجميع الحوارات الهامة والمؤتمرات المتعلقة بالقضايا الدينية والإثنية والإنسانية وجدنا على الفور تقاربا عميقا مع البحرين أبناء البحرين يتجولون في الشوارع والأسواق ويجدون مختلف المؤسسات الدينية في الغالب ويجدون أناسا من مختلف الأديان ويتعملون مع بعضهم بطريقة طبيعية جدا وهذا شيء رائع في عالمنا اليوم البحرين في هذا الجانب البحرين رحب بجميع التوايف ورحب بجميع الأفكار والأديان وخاصة المسلمين يعني مهما يكون اختلافاتهم الضئيلة البسيطة لكن الجميع متوجهون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبيه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلا عليه فنشكر جلالة الملك ملك البحرين مملكة البحرين لهذا التسامح الذي وجدناه هناك يعني طول مقوسي أنا هناك في البحرين وجدت هذه الأشياء المركز سيضم أيضا متحفا يعرض تاريخ الحريات الدينية في مملكة البحرين الذي تعززه اليوم فلسفة جلالة الملك الحكيمة الداعية إلى التعايش والاحترام المتبادل لأنهما الخلاص الوحيد من التطرف والإرهاب ترجمة نانسي قنقر